اشتركوا في القناة وآخر شهور السنة الهجرية وتعد العشر الأوائل منه أياما مباركة فهنيئا لمن أحسن اغتنامها وكيف أحسن اغتنامها يا جدي؟ يكون ذلك بالإكثار من ذكر الله تعالى بالتهليل والتكبير والتحميد والحج والعمرة لمن تيصر له وصيام ما تيصر من هذه الأيام خاصة يوم عرفة والإكثار من قراءة القرآن وذبح الأضاحي بدءا من اليوم العاشر وحتى الثالث عشر من ذي الحجة والتصدق وإعانة المحتاجين جميل جدا يا جدي لقد دونت كل ما ذكرته لي الآن حتى أكون من الذين يحسنون اغتنام هذه الأيام المباركة أحسنت يا زيد ولا تنسى أيضا أن تنشر ذلك الخير بين أصدقائك جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر